فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله منه سمي القصاب بذلك لأنها تشبه القصاب نعم وعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحد نعم أعيد العبارة قبل قال يجر قصبه في النار وهي الأمعاء ومنه سمي القصاب بذلك القصاب الجزار سمي بذلك لأنه يستخرج أمعاء الذبيحة نعم لأنها تشبه القصاب نعم لأن الأمعاء تشبه القصاب نعم ومعلوم أن العرب يعجر قصبه يعني أمعاءه سمي قصب لأنها تشبه القصاب ومنه سمي القصاب الذي يذبح البهايم ويستخرج أمعاءه